اشتركوا في القناة القمر موجود الآن في منزلة الدبران وهي طبعا مستمر هو في هذه المنزلة طيلة يوم الاثنين ومساء يوم الاثنين وحتى ساعة صباح يوم الثلاثاء لا ينتقل لمنزلة الهقعة طبعا منزلة الدبران هي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد اما بالنسبة لمنزلة الهقعة القمر رح ينتقل لها في ساعة الصباح يعني ساعة واحد وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع يعني استخراج السموم الأورام الأعمال الأعمال الأسحار الأشياء اللي مثل هيك هي مناسبة جدا بالنسبة للقمر ما زال موجود في برج الثور طبعا رح يستمر لغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء لا ينتقل لبرج الجوزاء بما أنه من الآن لغاية ساعات المساء موجود ببرج الثور نشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في هاي الفترة أو في فترة وجود القمر في برج الثور ويستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ماء أو استئجار عقار ماء أو تصليح عقار ماء وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الموجودة والمؤثرة عندنا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري وحكينا أنها هي تأثيراتها لغاية يوم عشر ثلاث هاي الزاوية تدفع بحضوضنا بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وحكينا ممتزجة يعني خليط بين السعودة والنحوسة في نفس الوقت وهي زاوية مستمرة لغاية يوم سبعة عشر ثلاث طبعا هاي الزاوية إيجابيتها أنه بسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن من ناحية سلبية أكثر المتضررين اللي عندهم علاقات عاطفية ضعيفة أو المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتن وهاي رح تكون الساعة أربعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش يعني من منتصف الليل لغاية ساعة الظهر تأثيراتها بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وأربع دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وأربع وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني من ساعة الصباح لساعة المساء تأثيراتها بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا هاي آخر زاوية قبل خلو المسار وفيه زوايا بعد خلو المسار خلو المسار سلبي للقمر رح يبدأ ساعة ثنتين وأربع وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش خلاص بكون انتقل واستقر في برج الجوزة عشان هيك من ساعة المساء مساء يوم الثلاثة تبدأ تأثيرات برج الجوزة على جميع الأبراج ففي فترة مكوث القمر في برج الجوزة مننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية يتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بعد انتقال طبعا في عنا زوايا رح تتشكل عنا زاويتين زاوية الولاة تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي تأثيراتها ساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش يعني تأثيراتها من ساعات المغرب لغاية ما بعد منتصف الليل بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية من الآن لغاية مساء يوم الثلاثاء العنق والحنجرة والحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعة المساء مساء يوم الثلاثاء لما القمر بنتقل للجوزاء بتصير الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفس سواءنا بشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية المهرات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا هاي أكثر حساسية لإلها فعشان هيك بتكونوا ديروا بالكو وحاولوا قدر الإمكان إنكوا تتواكو اللي بشعر ما أي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل اليوم مناسب لهذا الموضوع غير مناسب لأمور إلها علاقة بإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا مطعوم كورونا برضو مناسب ما في أي مشاكل بالعكس اليوم مناسب جدا وإذا في بعض الأعراض بندول يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء بده ينتقل لبرج الجوزاء خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس عشر ثلاثة في تمام الساعة أربعة واثنين وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى اليوم التالي أي يعني لصباح يوم الجمعة في تمام الساعة سبعة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا بانتهي خلو المسار وباستقر القمر في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع ستة أيام في تمام الساعة ستة وسبعة وأربعين دقيقة صباحا بيصير سبعة أيام نسبة الإضاءة طبعا خمسة وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة طبعا الآن هي سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية مع ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية وباقي النهار كذلك القمر في برج الثور وبدو ينتقل للجوزاء طبعا رح يمكت في الجوزاء لغاية يوم احدى عشر ثلاثة هو منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية لغاية ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة خمسة في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الأجواء ما زالت جيدة على المستوى المالي وهذا اليوم كمان بيحمل معاه فرصة مالية من الآن لغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء ممكن يكون في بعض المفاجآت اليوم أو يتحصيل على أموال بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم ممكن هدية ولكن بدك تنتبه أنه ممكن تعالج استحقاق مالي أو يكون فيه زيادة في المصاريف أو صرف الأموال طبعا هذا الأمر رح يظل مستمر معك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح ينتقل للبيت الثالث فهنا بتنشطه في أمور الدراسة والسفر الاتصالات التنقلات الحوارات النقاشات وهذا يوم مناسب برضو بصير للخروج في نزهة قصيرة وخصوصا في ساعات المساء وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار أهم شيء أنك تكون مرن وهادئ جدا تحاول تكسب من الأيام القادمة لأن الأيام القادمة فيها إيجابية عالية جدا وخصوصا مع وجود القمر في برج الجوزة برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم أكثر من الأيام الماضية كمان اليوم أنتم مشحونون بطاقة عالية جدا وثقة بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط ممكن تبادروا اليوم بخطوة جديدة ادعا من مركزكم الاجتماعي طبعا هاي الطاقة رح تضل المستمرة لما معكم لغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء من مساء يوم الثلاثاء الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح ينتقل لبيت المال فعشان هيك تصير الفترة هاي بتحمل معها فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وبتنشطوا بالاتصالات وزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة الأهم إنكوا تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو المصاريف لزيادة لأنه بالفترة هاي بصير حافز للمصاريف أو للفوتير أو لسداد الأمور المتعلقة فيكم برج الجوزة ما زالت الأجواء ضاغطة لأنه ما زال القمر موجود في برج الثور لغاية ساعة مساء يوم الثلاثاء لا ينتقل القمر ويصير عندك فعشان هيك من الآن لغاية ساعة مساء يوم الثلاثاء بظل الجو بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا إنجاز ما بوسعكم من أعمال وخصوصا الأعمال المتراكمة ويعملوا بشكل روتيني دون إهمال صحتكم وأهم شي ما تتخذوا قرارات وما تعصبوا وما تتسرعوا بأي قرار لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء بتتغير تماما لأنه بصير القمر موجود عندكم فبتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وممكن تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية ورح يكون كثير من الأشياء لصالحك فحاول إنك أنت تنطلق وتستغل الفرص القادمة برج السرطان طبعا بدكوا تستغلوا الوقت من الآن لغاية ساعات المساء لأنه القمر لسه ما وصل لبيت متاعبكم حاولوا إنكوا تنجزوا كل الأعمال والأشياء الضرورية والمهمة غيب الما يوصل القمر للجوزاء لأنه ما رح يكون لمصلحتكم الفترة القادمة فمن الآن لساعات المساء بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يبادر أحد المعارف لمساعدتك بشيء أو تستشيره بأمر ما وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته وهاي فترة ممتازة جدا لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتجد أن طاقتك صارت تنزل بشكل سريع جدا أهم شيء أنه الفترة هاي بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني حاول إنك تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان فما أجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك لأنه أفكارك شوي مشوشة والظروف مخيبة للأمال برج الأسد طبعا اليوم لا بأس فيه ولكن الأجمل في ساعات مساء يوم الثلاثة طبعا من الآن لساعات المساء بتظل هالفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم بيوسعكم إثبات جدارتكم مع المسؤولين أو طلب المساعدة من أحد الشخصيات أو أحد الأشخاص أنه يساعدكم بأمر ما بيكون بدوا واسطة أو بدوا مساعدة أكثر لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء رح تتغير تماما بتسعدوا من لقاء الأصدقاء برضو بصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبينهم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو طلباته ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء أو يكون فيه عندك جمعة معينة يعني لقاء اجتماعي معين من خلاله ممكن تستغل قدراتك أو طلباتك وتحقق كثير من الأشياء اللي بتصبوه لا إلها برج العذرة طبعا الأجواء برضو ما زالت ممتازة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والسفر والتحاور مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد الفترة هاي بتظلها ممتازة حتى على مستوى الامتحانات الجامعية هاي فترة ممتازة جدا ولا تقديم الطلبات للأمور اللي إلها علاقة بالقضايا القضائية برضو بدايتها ممتازة جدا بهذا اليوم لوليد برج العذرة وبتزداد رغبتكم برضو في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم ولكن مع ساعة المساء القمر رح ينتقل مساء يوم الثلاثاء رح ينتقل القمر ويصير في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم ووسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم شيء إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأنه الجو العام في نوع من أنواع صعوبة برج الميزان القمر طبعا مقسوم لشقين الشق الأول وجوده في البيت الثامن له زي الأيام الماضية فهو اللي بعطي فرص لما اكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض أو أمور الهلاقة بالقروض بالقضايا باسترداد أموال إلك حق فيها ميراث أشياء من هذا القبيل وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بكون بحاجة للرعاية أكثر بالفترة هاي وبرضو حاولوا أنكم ما تكفلوا حد وما دينوا حد فلوس وانتبهوا لأموالكم لغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء لأن القمر رح ينتقل بعدها للبيت التاسع فهو أنا بتنجحوا بالاتصالات البعيدة السفريات البعيدة الحوارات النقاشات الترويج لشيء معين وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير عالية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وهي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب بعض الجهات أو الأشخاص معك وفي بعض موليد برج الميزان ممكن يكون عندهم سفر في هاي الفترة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود مقابلهم تماما ما زال طيلة النهار يعني من الآن وطيلة النهار لغاية مساء يوم الثلاثاء القمر موجود مقابلهم وهذا الشيء بيسحب من طاقتهم وبخلي طاقتهم ضعيفة عرضة للتعب للتعب الصحي للإصابات للأشياء هاي ولكن هاي الفترة بتظلها مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعك وتعزيز شركاتكم سواء العاطفية أو المالية الفترة هاي إيجابية ولكن بظل فيها أنه طاقتك ضعيفة ما فيه داعي لإصدار قرارات حاسمة أو مواجهة أو مشاكل الفترة هاي ما بتنفع لهاي الأمور طبعا فيه ساعات مساء يوم الثلاثاء القمر بكون انتقل صار في البيت الثامن بتحرك درجة عن مقابلك بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إذا وصلها بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكروا بمستقبلكم وممكن شوي تهتم بأشياء لها علاقة بالأمور المالية أو تقدم بعض التنازلات أو تتراجع عن خطوة وقرارات سببت بعض الإزعاج إلك أو بعض العدوات برج القوس طبعا القمر موجود في البيت السادس لغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء وبعدين ينتقل مقابلك بده يصير في البيت السابع فمن الآن لغاية ساعات المساء بتجد أن الأعمال ما زالت بتتراكم عندك عندك كثير من الأعمال أو الالتزامات اليوم أو بتحاول تنجز بعض الأمور المهمة الأجواء مساعدة على هذا الموضوع ولكن أهم إشي أنك تنظم جدوى الغذاءك وتأخذ قسط كافية من الراحة وتحاول أنك ما تخلي أعمالك تتراكم زيادة عن اللزوم وبرضو حاول أنك ما تدخل بأي مواجهة سلبية ما بينك وبينز وما لأك بالعمل من ساعات مساء يوم الثلاثاء القمر رح ينتقل وصير مقابلك تماما هو مناسب من جانب القيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعك وتعزيز شراكاتكم شراكات المالية والعاطفية ولكن بتكون تحذروا من الانفعال لأنه شوائي بصير فيه صعوبة بالتفاهم معاكم ممكن أن تقع في مشكلة أو بسوء تفاهم وهذا الإشي ممكن يعني يخليك تعصب أو تفقد الصبر فعشان هيك بدك تكون صبور وما تتدمر الفترة اللي أنت مقبل عليها شوي فيها يعني نعتبرها خالية من الحضور بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ما زالت الأجواء رائعة جدا من الآن لغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء لأن القمر موجود في البيت الخامس فبظل الأجواء العاطفية هي اللي طاغية بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أو التقرب من الأحبة أو ممارسة هواية التقرب من أحد الوالدين أو مع الأبناء رحلة نزهة تجميل كلها هاي الأمور ممتازة جدا ولكن من ساعات مساء يوم الثلاثاء القمر رح ينتقل ويصير بالجوزاء اللي هو البيت السادس لإلكم فهنا بيبدأ العمل بتراكم وإنتوا بتصيروا غير قادرون على إنجاز الأعمال أو بصير في صعوبة في إنجاز الأعمال بتكون تنظموا جدول غذاءكم تأخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم عشان تحصدوا أرباح أو نجاحات في هاي الفترة أهم شيء أنك تراقب عملك وتراقب وضعك الصحي لأنه هم اللي عليهم شوية قلق مور جدا طبعا القمر المازال موجود في البيت الرابع لغاية ساعة مساء يوم الثلاثاء فمن الآن لساعات المساء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم أو على بيوتكم تعزيز الروابط العائلية التقرب بين أفراد العائلة بتكون عندك بعض الهموم أو المشاكل أو الاهتمامات اللي لها علاقة بالبيت والعائلة ممكن تظهر بعض الأعطال أو تهتم ببعض التصليحات أو يكون فيه مصاريف منزلية أو مناسبات عائلية أنت بتحاول تأديها بالفترة من ساعة مساء يوم الثلاثاء القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس هنا بتصير الأجواء رائعة جدا لأنه هذا بيت حليف وقوي بالنسبة لك فهنا بتصيروا ترغبوا بالتقرب من أحبائكم تعزيز الإعلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمع إن بالكم نسبيا لأنه ممكن تجدوا اليوم حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء إنه ما تستسلم حاول إنك تكرر المحاولة ممكن ترغب في اكتشاف أو استكشاف مناطق جديدة أو أمور جديدة وفي بعضكم ممكن يميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل لأجواء إجمالا أجواء رومانسية وناجحة جدا ماس إنه نقطة ممكن يكون في بعض القلق على أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات لأن القمر ما زال موجود في البيت الثالث من الآن لغاية مساء يوم الثلاثاء والقمر بيدعمكم على كل الأمور اللي فيها حركة ونشاط واتصالات وغيرها الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل ما بينكم بين أخ أو جار أو أشخاص تروج العمل أو تناقش مشروع أو تقدم على طلب بمقابلة معينة أو امتحنات فالفترة ممتازة جدا من ساعات المساء مساء يوم الثلاثاء القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع هنا بصير التركيز على الأمور البيتية والعائلية فبصير بوس يعني تركيزكم إما إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم أو تعزيز الروابط العائلية أهم شيء إنه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج ممكن شوي تهتم ببعض الأمور البيتية أو العائلية أو مناسبة معينة اجتماع تصليحات ترميمات المصاريف منزلية يعني هاي الأمور اللي أغلبها رح تطغى على الفترة القادمة بدك تكون أنت ماسك أعصابك وما تلتهي وما تختلق المشاكل العائلية أو بدك تكون مرن وتسامح وتنسى يعني اللي بيسيء لك من نطاق العائل بالفترة القادمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه اشترككم في رعاية الله وحفظه لن توقع أشهد أن أشهد أن أ这样 أشهد أن أحو padaugًا تcut Schedule في رعاية الله وحفظه podemos إنبهًا أشهد أن أجريك أن أسهد أن يقبل أشهد أن توقع تقليل 텐데 اشتركوا في القناة